الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمه وعلى ما من به نعمة الهداية لهذا الدين العظيم دين الإسلام ونحمده جل وعلا أن بعث لنا نبيه الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا أما بعد في يا أخوتي الأعزاء إن تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد المرء منها الفوائد الكثيرة فهو يتعلم في أخلاقه يتعلم في طريقة تعامله يتعلم في كل شأن من شؤونه وما نتدارسه اليوم يتعلق بأولئك الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفد عليه وفود كثيرة متتابعة وورد معهم من القصص شيء كثير وحينئذ نعلم أن هذا يدعم فكرة عالمية هذا الدين فإن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ويقول سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وبالتالي نعلم أن هذا الدين دين عالمي يشمل جميع الناس بدون استثناء وإذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من ذلك إلى الكتابة إلى أهل زمانه وقد كتب إلى ملوك ذلك الزمان ولم يستثن منهم أحدا وهكذا قدم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت هذه الوفود من الأزمنة الأولى ومن الوفود التي وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد قبيلة عبد القيس وقبيلة عبد القيس كانوا يسكنون في شرق هذه الجزيرة في شرق هذه البلاد فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من القوم أو من الوفد فقالوا له ربيعة تسبون إلى جدهم الأعلى فيقابلوا الانتساب إلى مضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما فقال هذا الوفد الذي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا يعني نحن هذا الحي من ربيعة وإننا نأتيك من شقة بعيدة أي مكان ناء بيننا وبينك مفاوز وأودية وجبال وإننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وكانت هناك أربعة أشهر هي الأشهر الحرم شهر رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم قالوا إننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وقد حال بيننا وبينك هؤلاء الكفار من مضر فمرنا بأمر فصل واضح بين نأخذ به عنك ونخبر من وراءنا وندخل به الجنة وكذلك نسألك عن الأشربة ما الذي يجوز لنا منها وما الذي لا يجوز فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعقد بإصبعه واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا المغنم من الخمس وأن تعطوا من المغنم الخمس قال وأنهاكم عن أربع الحنتم والدباء والنقير والمزفت الحنتم وهو جزء من الأواني التي تصنع من الجرة الخضراء وتعمل من طيل وشعر وهكذا ناهوهم عن الدباء وهو الآنية التي تصنع من غلاف القرع وهكذا ناهوهم عن النقير والمزفت والنقير يصنع من أصل النخلة والمزفت هو الذي يطلع بالقار والزيت والزفت فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احفظوها وأخبروا بها من وراءكم فكان هذا أحد الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفدت القبائل بعد ذلك متتابعة خصوصا في السنة التاسعة بعد فتح مكة وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أذكروا قصة ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل نعم سأذكر لكم قصة بعد هذا الفاصل لكصة وافد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فبينما نحن جلوس إذ دخل رجل على جمل فأناخه يعني أجلس الجمل على الأرض فأناخه في المسجد ثم عقله ربطه ثم قال لهم أيكم محمد أيكم محمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا بين أظهرهم فقال الحاضرون هذا الرجل هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك يعني لا تكرهني ولا تحقد علي بسبب هذه الأسئلة الشديدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدالك فقال هذا الرجل أسألك بربك ورب من قبلك أه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل أنشدك بالله أه الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر يعني شهر رمضان آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل أنا آمنت بما جئت به آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي فإنهم قد أرسلوني قال وأنا ضمام بن ثعلب أخو بني سعد بن بكر فانظر إلى هذا الرجل الذي هو بسيط في أسئلته ويسأل عن الأركان الأساسية في دين الإسلام لماذا ليعمل بها ويجعو إليها لا لمجرد تعلم المعلومة فقط أو معرفتها وإنما لينطلق من هذه الأسئلة إلى عمل يعبد به رب العزة والجلال ويسير عليه وسأله عن هذه الأصول من أصول دين الإسلام الإيمان وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بكونه مرسل رسالة عامة للناس كلهم ما يتعلق بالصوم ونحو ذلك وهذا فيه فضيلة أولئك الذين عاشوا في ذلك العصر حيث كانوا يسألون عن الأمور الأساسية التي تتعلق بدين الناس وتتعلق بأعمالهم مباشرة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه كثرة منهم ذلك الرجل الذي ذكر قصته طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عندما جاء الأعرابي وقال له ما الواجب علي من الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة وأن الصوم يجب فيه صوم شهر رمضان وأخبره بالزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق وحينئذ نعلم أن هذه الأسئلة التي يسألها أمثال هؤلاء تفيد الآخرين وتكون من أسباب بناء هذا الدين عندهم على أسس متينة منطلقة من الأركان الأساسية لشريعة دين الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا إذا تقرر هذا فإن هذه الوقائع تدل على ورود الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عن هذا الدين لتعرف حقيقته وقد ورد أمثالها قصص كثيرة وقعت من أناس لم يكونوا يعلمون بحقيقة هذا الدين حتى بيّن الله عز وجل لهم حقيقة وبيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وفدوا إليه إن الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفود كثيرة جاءت من قبائل العرب جميعا بلا استثناء جاءوا يسألون ويتعرفون ويتشاركون ويسرون على طريقة واضحة في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي كان لتلك السنة السنة التاسعة التي هي سنة الوفود شأن عظيم نشر الله عز وجل فيها دين الإسلام بين تلك القبائل على اختلاف مواطنها ومحال لوجودها إن من القصص التي وردت في هذا الباب ما يذكر أيضا عن وفد بني حنيفة حينما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم مسيلمة الكذاب والنبي صلى الله عليه وسلم عرف كذبة وقال له بأني قد رأيت في منامي مثل السوارين وأنني نفخت فيهما فطارتا فوق الله جل وعلا المسلمين شرورة فعلنا نقف في فاصل يسير ثم نواصل بإذن الله جل وعلا حياكم الله بعد هذا الفاصل في اللقاء الذي أتحدث فيه عن تواصل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل زمانه كان من الأمور التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتواصل بها أن يبعث الدعات الذين يعلمون الناس ويرشدونهم ويبينون لهم أحكام رب العزة والجلال انطلاقا من قوله سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ومما يتعلق بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه كولاة على الأقاليم من أجل أن يحكموا فيها بشرع رب العزة والجلال وهكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه من أجل أن يجبوا الزكاة وحينئذ يقومون بتعليم الناس ما يظهر لهم من أحكام رب العزة والجلال ومن هذا المنطلق بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أبا هريرة رضي الله عنه إلى البحرين وكان مما يتعلق بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا يبين فيه فرائض الزكاة والواجب فيها وأنصبت الزكاة المتعلقة بالأموال وكيفية جبايتها وتوزيعها فكتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب لكنه توفي قبل أن يرسله فأرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهكذا أيضا فيما ذكره الله جل وعلا في قوله سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهذا فيه فضيلة علماء الشريعة والمكانة العالية التي يسمون إليها وفيه أن واقع الأمة خصوصا عند حلول الخطوب والمصائب والفتن العظيمة ينبغي أن يرجع فيه إلى العلماء الذين يستنبطون أحكام الوقائع من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم ولذا قال رب العزة والجلال لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهكذا جاءت النصوص بالأمر بمراجعة العلماء يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع عديدة أنه أمر بسؤال أهل العلم وبمراجعتهم لما في ذلك من الخير العظيم ولما فيه من كونهم يرشدون الناس إلى أحكام الشريعة وعلماء الشريعة إنما يتكلمون بما يتكلمون به انطلاقا من النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي فهم مبلغون لشرع رب العزة والجلال يتبعون في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ إن الدعوة إلى الله عمل صالح ولذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد عهده يزاولون هذا العمل الجليل انطلاقا من قوله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وانطلاقا من قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وانطلاقا من قوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والدعوة إلى الله فيها أجر عظيم وثواب جزيل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري النعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من دعا شخصا إلى هدى كان له مثل أجره فهنيئا لكم يا من تحتسبون الأجور في كونكم تدعونا إلى رب العزة والجلال بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وأسعدكم الله في دنياكم وفي أخراكم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المترجم للقناة